موسيقى راح استرجع ذكرياتي يوم كنت لاعب وخاصة في وقت رمضان حتى التمرين في رمضان كان غير كان له طعام وناسه تمرين طبعا تحصل فيه بطولات اللي هي دورات رمضانية وهذا الأمر ممنوع طبعا حاليا ممنوع لأنه الآن احتراف لكن كان بوقتنا قبل لا عادي نلعب بطولة مثلا مو وقت تمرين يعني مثلا العصر أو أنه نتمرن ونطلع وراء التمرين فكنا نلعب دورات رمضانية كنا نلعب ولو أنها كانت ممنوعة طبعا لكن ما هو المنع اللي تقول توصل أنه لتوقيف أو أنه لا بس أنها ممنوعة أنت كلاعب المفروض ما تلعب طبعا أنا صرت لاعب طبعا ما لعبت كثير في دورات رمضانية ما كنت أشارك ما ألعب طبعا أجواء رمضان غير يجيك مدرب أجنبي يقول لك والله ما تاكل أو أنك لازم تاكل وطبعا ما هو عارف أنه نجباري عندنا أصلا الصيام فمن صالح المدرب أنك أنت والله تفطر يعني يمكن حصلت مع منتخبات كبيرة اللي هو يمكن منتخب مصر أذكر سنة من سنين لأفكاس العالم ويمكن السعودية بعد نفس الطريقة فقالي لهم يمكن بالبطولة الأخيرة السعودية كنا قالوا لهم أفطروا آخر بطولة لعبوها فالأمر هذا يعني يرجع لك كلاعب أنت تقدر أنت تصوم تقدر تفطر طبعا أنا بالنسبة لي أذكر مباراتنا في كاس الأمير بوقتها كنا في رمضان وكان عندي اختبار أنا كنت في الثانوية العامة وكان عندي اختبار انجليزي اختبار الانجليزي من الثمان للأشر ومن الهدعش للوحدة ومن فترتين احنا كنا في فندق المسيلة وكنت صايم طبعا طلعت الساعة يمكن ست من الفندق رديت الفندق تقريبا الساعة ثنتين رديت ولا العالم بضحك وبحمام السباحة وطبعا الحدش المفروض يعني افترض انه يكون صايمين فأنا لقيت عبد السلام حمود سيف الله رحمة الله عليه ربيع سعد كانوا في حمام السباحة طبعا الله يرحمه بفهد مغرقهم كلهم كان مغرق عبد السلام مغرق سيف بس صايمين ويشربوا ماء يمكن عادي ما ادري المهم منها غرقانين كانوا طبعا جيت ساعة ثنتين نمت قمت على الفطور الناس مفطرين خالصين وانا بالغرفة نايم وركبوا الباص اصلا عدوا اللاعبين ولا فيه لاعب ناغص كل واحد يطالع رفيجة كانوا اياي عمير الله يذكر رب الخير ابو عبد الله عمير سراج كان هو اللي معاي بالغرفة شان يقول لهم باقي حمد جوني الغرفة ولا انا نايم قمت خدش السريع ما اكلت اي شيء اخدت الفواكه كانت موجودة اخدتها معاي الباص وهناك اكلت بالطريج وصلنا المباراة لعبنا المباراة يمكن من اكثر اللاعبين اللي ركضت انا ويمكن ما اكلت اي شيء هني طبعا هو يدش فيه للعامل اللي هو والله المفروض انه تكون اكلك لازم يكون منتظم لازم تكون نايم عدل كل الامور هذي هذي اجبارية وموجودة المفروض لكن شوف الروح اللي فرقت هني اه فرقت طبعا في رمضان ردينا اذكر طبعا بعد المباراة النهائية بعد التتويج ردينا تغريبا للنادي تغريبا يمكن ليس ساعة اثنائش الجمهور فل الملعب وطبعا احنا بس بس بشورت بس بشورت لا الفانيلة ولا ايه فاقولك برمضان كان وكان جوهة حلو برمضان تسحرنا يمكن اخر الدقائق لحقنا على المطعم تسحرنا ورحنا فالكرة كانت في رمضان جميلة جدا لها طابع غير من مباريات ومن اه حتى التدريب طبعا ما صادف يمكن ما اسكر الا الوحيد هذا اللي هو برمضان اه اللي هو يوم التزمنا فيه طبعا ما التزم فيه اه اننا صايمين والحمد لله اه بالنسبة ل اه الله يعين يقول حنا مثلا المعسكرات او البطولات اللي بره تصير خاصة بوقت رمضان اه طبعا امر صعب يكون على اللاعب امكان اذا هي تكون مباراة ممكن لكن تجي تقول لبطولة مثلا امر صعب على اللاعب اه انه يكون صايم مثلا ويلعب المبارا اه بالنسبة ل اه النادي ما في يعني كنا المعسكر هذا هو الوحيد اللي في المنتخب كنا في المنتخب بس ما كان وقت يعني رمضان اه الكرة كانت جميلة جدا في رمضان اه خاصة اه لما تلعب مثلا مباراة المباراة حلوة برمضان ليش ما ادري طبعا في المباراة النهائية المدرب سألنا سؤال في 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 غرفة الملابس سألنا سؤال واحد وقال ابيكم نجاوبون عليه يعني اغلب اللاعبين يمكن وجه الاسئلة حق لاعبين سأل سؤال واحد قال انت متوقع انك ثاني مرة توصل هالنهائي قال لا افلان قال لا احد فينا طبعا قال ايه انه يمكن هالنهائي وما توصل قال في اندية ثانية وصلت وما اخذوا الكاس وما احد عرفهم فكرنا وانا فعلا في اندية صح وصلت لكن انه ما اعرفوهم ولا اعرفو انهم اصلا وصل النهائي فيعني هالمباراة كنا لازم انفوز فيها لازم انفوز حكم اجنبي طبعا لعبنا المباراة بداية طبعا المدرب قال ان اول عشر دقائق تحرصون عليها دائما دائما هو يحرص على اول عشر دقائق لانه مهمة في اي مباراة يكون تركيز اللاعب مثلا المشتت او شغلة فنحرص على اول عشر دقائق بعد هالفريق قام يلعب لعبنا كرة استحقينا المباراة فزنا فيها ثلاث اهداف ما هو يعني هدف ولا هدفين وبنفس الوقت البطولة نفسها اصلا ما كانت خروج المغلوب ما كانت خروج مغلوب كانت مجموعات وكانت مجموعتنا العربي والعربي لاخر مباراة فرق نقطة بيننا وبينها فصعدنا احنا وكاظما والعربي طاح فهي اصلا البطولة كانت صعبة الحمد لله لعبنا النهائي توفقنا وفزنا في المباراة الجمهور كان ورا الباص ليه الملعب لملعبنا النادي وصلنا النادي ما قدرنا حتى نطلع من السيارات الملعب كان فل الكشافات شغالة طبعا قاعدنا احنا برمضان نبي نسحر طلعنا يمكن كل واحد خلع سيارته وطلعنا بره ماشي وراح نركبنا سيارات ثانية وراحنا طبعا اليوم الثاني اليوم الثالث كان فيه احتفالات حلوة كانت في النادي انا اذكر حطه ويمكن الخيمة الكبيرة والملعب كله فرش وشووا تكريم هناك في النادي اه عطونا مكافعات كانت مكافعات زينة بوقتها يعني السنة هذه السيارات الثالثمانية كانت حلوة المكافعات اللي هم عطونا طبعا متمثلة في رئيس مجلس الإدارة رحمة الله عليه عبدالله عدس ابو ايمن اللي كان ما هو مدير الفريق ولا مدير الكرة كان رئيس النادي فعلا لكن كان ما اخذ جميع الأدوار كل مباراة موجود اه قبله المباراة بالتمرين فكان رحمة الله عليه انسان كان فعلا مخلص للنادي واعتقد انه صعب يتكرر رئيس مثل الله يرحمه ابو ايمن طبعا وهذه ذكرياتي يوم كنت لاعب وفي وقت خاصة رمضان اللي هو شهر الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة